سيد قضي التحقيق بعد استجوابه للمتهمين كان لبعض منهم في الإشارة كان مرفقين بمحامين أصدار في حق 83 متهم أوامر إيداء رهن الحبس مع وضع أربعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية ما يصب إليه التحقيق القضائي الذي تم مباشرة منذ حوالي ثلاثة أيام أولاً مواصلة تحقيق تحقيق التقنية التي بشرتها مصالح الأمن وذلك باستغلال التجهيزات المشفرة التي بقيت إلى حد ساع لم تستغل استعمال ألية تعاون قضاء الدولي بعد ثبوت تورط عناصر متوجدة خارج طراب الوطني والتي نبقى متأكدين على أنها سوف تأتي بكل النتائج المرجوة خاصة ما تعلق بالأوامر بالقبض الدولية التي سيتم نشرها عبر منظمة الأنتربول ومن هذا المنبر أدعو الدول المعنية للتعاون في هذا الإطار وتوقيف المتورطين بغرض تسليمهم للسلطات القضائية الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة تم تحديد هوية 29 شخص آخر وهم في حل تفرار ومن خلاصة هذه التحريات تم التأكد من أن 24 من المتورطين من المنتمين إلى الحركة الانفصالية الهدامة المعروفة باسم الماك ترجمة نانسي قنقر